أكد رئيس جهاز حماية المستهلك سابقاً راضي عبد المعطي أن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشة حول ملفي الزراعة والأمن الغذائي شديدي الأهمية وأضاف عبد المعطي في لقاء خاص للتلفزيون المصرية على هامش جلسات الحوار أن الأمن الغذائي مسألة أمن قومي للمواطن المصري اليوم محور مهم جداً ومحور الخاص به الزراعة واعتبار الأمن الغذائي هو أمن قومي الأمن الغذائي المصري هو أمن قومي للمواطن المصري هنا اليوم لقاءات مشتركة وحضور مكسف من كل الرموز وكل المعنيين بالأمر هدفهم الأساسي هو الوصول لآليات غير تقليدية لدعم المنظومة الزراعية لدعم منظومة الأمن الغذائي لبحث كل المشاكل أو المشكلات التي تواجه الفلاح المصري لابد من إيجاد آلية واضحة لدعم الفلاح المصري باعتبره العمود الفقري في منظومة الأمن الغذائي إذا وصلنا إلى نمط وآليات غير تقليدية لدعم المنظومة الزراعية من خلال دعم الفلاح المصري